تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة شرحنا في حلقات سابقة طرفا من عقيدة توحيد الله في القرآن الكريم ولكن اليوم نتساءل أن لماذا أمرنا الله بأن نوحده ولا نشرك به شيئا هل المسألة كما يتصورها أكثر المسلمين أن من حق الله علينا بما أنه خلقنا أن لا نلتفت إلى أحد آخر سواه وأنه يغار علينا الواقع أن سبحانه تعالى عن هذا الوصف علوا كبيرا فهو لا يأمرنا بشيء يفيده هو لا ماديا ولا معنويا فالله غني عننا وعن غيرنا لكن الأمر وصل بأصحاب التوحيد المزيف المليء بالوقاحة مع الله أنهم زيفوا أحاديث على لسان النبي محمد مضمونها أن الله يأمرنا بأوامر بدافع الغيرة علينا وعلى قلوبنا من أن نعبد سواه أو نتعلق بسواه تعالى سبحانه عما يصفون وذلك من مثل إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه وغير ذلك كثير ومنه أن يخترع أيضا مشاهير علمائهم تحليلات مشابهة قال ابن الجوزي فتأملت الأمر فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها ليكون أنسه به فيا لها من صورة بشعة رسموها لله في أذهانهم وأذهان أتباعهم وكتب علمائهم زاخرة بهذه المعاني التي تنزه عنها سبحانه وعن كل صفة مشابهة لأحوال البشر فما الهدف من توحيد الله إذن؟ الهدف هو أن ينجح مشروع خلق الإنسان بأن ينجح التحدي الذي كان بين الرب وبين الملائكة وذلك بأن يتمكن الإنسان من أن يكون المخلوق النادر الذي يبني نفسه بنفسه بتطوير علومه ومعارفه وبالتالي يسيطر على الأرض وبما أن عبادة الأصنام والحجارة والكواكب ونحو ذلك هي خرافات تتعارض مع العلم وتدفع بالمؤمن بها إلى الاكتفاء بالسجود لهذه الحجارة بدلا من شد الهمة ودراسة قوانين الكون واستثمارها في عمل الاختراعات التي تعود على الحياة بالنفع والراحة لذلك كان جوهر رسالة المصحف هو أن يخبرك بحقيقة هذه الحجارة وأمثالها بأنها لا تضر ولا تنفع وأخبرك أن سيطرتك على هذه الأرض لا يكون بالدعاء بالدرجة الأولى وإنما بأن تدرس القوانين الكونية المسؤول عنها اسم الرحمن ولكن وبما أن هذا غير كاف أيضا لأن تصبح أكثر إنسان سعادة لأن هناك أيضا أناس من البشر لو ظننت أن الرزق بأيديهم من مثل مديرك في العمل أو ظننت السعادة تكمن في رضاهم عنك من مثل العلاقة مع المحبوب من البشر حيث قد يذلك حب المحبوب أو يدمرك لو لم تعرف كيف تجعله حبا متوازنا غير مبالغ فيه أي كما شرحنا ذلك في سلسلة حلقات الزوجين المؤمنين لذلك ولأسباب كثيرة لا تحصى أكمل لك الفكرة بأن طمأنك إلى أن رزقك ليس بيد مديرك وأن السعادة ليست في رضا أحد من البشر وأن عليك أن تكرم البشر وتقدم لهم كل شيء جميل ولكن من دون أن تبالغ إلى درجة أن تسقط أمامهم فيستعبدوك عمليا ويستهتروا بقيمتك ولكي يقنعك ويقوي شخصيتك ويرفع معنوياتك إلى أقصى الحدود أخبرك عن الله وعن صفاته المطلقة التي لا حدود لها حتى تتقوى به ولا تخاف من أحد سواه وأخبرك عن جبريل وعن قدراته العظيمة رغم أنه مخلوق محدود وذلك كي تدرس كل ما يقوم به جبريل من خلال الملائكة لتفهم أسرار السيطرة على هذا الكون فتتعلم كيف تكون قويا في كل شيء ناجحا في كل شيء ولو أن الله أخبرك فقط بأن الحجارة ومدير العمل هما أصنام ولم يقدم لك البديل لكان من الصعب إقناعك فكان لابد من أن يخبرك بأنه يرعاك ويراقبك ولا يتركك وأن عليك أن تخاف الله وحده حتى لا تخاف من أحد وأن عليك أن تعلم أن حتى الحب هو مصدره فلا يذلك حب وأن كل شيء ينفعك هو مصدره الأول فلا تضيع جهدك في إرضاء من هو من دونه فملخص فكرة التوحيد كلها هي أن يجعل منك إنسانا قويا عالما ناجحا وأن يبعد عنك كل نقاط الضعف في معنوياتك التي تدمر اليوم كثيرا من الأوروبيين الأثرياء وتدفعهم إلى الانتحار لذلك أتت آيات في القرآن تخبرك أن دمار شخصيتك يكمن في أن تعبد من لم يأمرك الله بعبادته وذلك من مثل قوله هنا إني على بينة من ربي إذن هو لم يجد فيما أوحاه إليه جبريل جواز عبادة شيء مما يعبده المشركون ولكن ما السر في أن يحرم جبريل عليك عبادة أحد من دون الله هل لأن الله يغار والعياذ بالله هل لأن الله ينتفع من عبادتك أم أن الهدف هو مصلحتك أنت انظر إلى شرحه لقوله إني على بينة من ربي وفي السورة ذاتها وهو أن ما يعبده المشركون لا ينفعك ولا يضرك إذن لم يقل أيصح أن تتركوني وأنا خلقتكم أليس من حقي أن أغضب منكم بالتالي لم يقل شيئا من هذا بل كل الآيات إما تذكر أن القرآن لا يأمر بعبادتهم أو تشرح لك لماذا لم يأمر الله بعبادتهم ويكون ملخص الشرح بأن المصلحة الشخصية لك أيها الإنسان كي تتطور ولا تكون خرافيا فعليك أن لا تعبد ما لا ينفعك فهذه الآيات على سبيل المثال حرمت عليك أن تلجأ إلى جهة بناء على الهوى والمزاج وإنما يجب أن تلجأ إلى ما ينفعك فعليا وإلا فلو تركت نفسك لشياطين الأوهام فلن تحصد إلا الحيرة والفشل وهنا أيضا حوار طويل هدفه أن يقنعك بالعقل أن الحكمة تقتضي أن تلجأ إلى ما ينفعك فعلا وأن لا تقع في الوهم والخرافة حتى لا تكون من الجاهلين لأنه يريدك أن تكون من العلماء وهذه الآيات أيضا تفهمك أن سبب عقيدة التوحيد وأن تتبع ما ينفعك فعليا وهنا ربط لك ضرورة أن يكون من تعبده ينفعك فعلا في حياتك الدنيا وإلا فستكون كالأعمى الذي قد يرتطم بالحائط ويؤذي نفسه وهو يظن الحائط سريره المريح كذلك هنا ربط التوحيد بالنفع الحقيقي الدنيوي وبالعلم وبالدليل الثابت اليقيني الذي يورثك القوة في تصرفاتك كما لو كنت سلطانا في عصرك ويستمر الحوار العقلي ليقول لك إن كنت تريد الرزق فالرزق لا يأتي من عبادة الوهم ولا يأتيك النصر منهم ولا يشفعون لك في شيء ولا يملكون لك شيء ولا يعقلون فلماذا تعبدهم؟ قم وخذ بالأسباب بدلا عن عبادتهم وهنا يفهمك أن الكتاب المقدس الذي أرسله لك كي تنجو من عبادة الأوهام هو خيار للوصول إلى الحقيقة والخيار الثاني هو أن تدرس الواقع وتنظر أن من تعبدهم هل يمكنهم أن يخلقوا من الأرض أو هم شركاء في ملكية السماوات التي كل ما فيها مسخر للإنسان كما أثبتنا سابقا أي هو يفهمك أن ليس التوحيد عبارة عن أحكام تعسفية يحق لله فيها أن يأمر بأن تعبده وحده هكذا إن أعجبك أم لم يعجبك وإنما المسألة مسألة علم ينعش عقلك ويطورك لأنه مبني على دراسة دقيقة للواقع فالواقع والعلم يخبرك أن هؤلاء لا يستحقون العبادة وأنهم ليسوا أسبابا حقيقية للنجاح في الدنيا كذلك هنا المسألة ذاتها وربطها بالعلم وهنا استبدل الكلام عن النفع والضر ونحو ذلك بالعنوان العام الذين يرتبطان به وهو الرحمن وقوانينه العلمية في الكون فهو يخبرهم أن من لا يضع قوانين الرحمن العلمية نصب عينيه ويسعى لفهمها واستثمارها فتلقائيا سيكون الشيطان نصيبه أي أنه سيقع في الوهم والخرافة تلقائيا وأن قوانين الرحمن لو أصابت شخصا بضر فلن تنفعك عبادة الخرافة عندئذ أي على سبيل المثال لو ارتفع منسوب مياه النيل وكاد أن يغرق القرى فلن تنفعك عبادة الحجارة وإنما عليك بناء سد يحميك وفقا لعلوم الهندسة في البناء ثم لخص لك هنا فكرة التوحيد كلها بهذه العبارة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لو كانت هناك أكثر من إرادة عليا في هذا الكون لتعارضت إرادة عليا مع إرادة في مستواها ولتولدت عن شجارهما الحوادث المتناقضة ولما كنت سترى الكون يسير وفق هذا النظام البديع الذي كل ما فيه يعمل بانسجام مع باقي أجزائه لذلك تعاملك مع أي مخلوق موظف من قبل الله ويعمل بناء على أوامره فلا يعتبر تعاملك معه شركا بالله إطلاقا بما أنه تابع للمنظومة الإلهية ذاتها ولا يخرج عن مراد الله ومنظومته العلمية قيد أنملا وبالتالي قدرتك على اختراع رجل آلي فأنت لا تنافس الله بذلك إطلاقا وإنما أنت تستثمر قوانين الرحمن بل على العكس أنت تثبت باختراعاتك أنك تحترم قوانين الرحمن وأنك بذلت الجهد في سبيل دراستها واستثمارها في الخير بدلا من النوم والكسل ولو أنك طلبت أيضا من والدك مبلغا من المال كي تفتتح مشروعا صغيرا فهذا لا يسمى شركا لأن والدك ليس منافسا لله في ملكه كذلك لو طلبت من جبريل مساعدة فهذا ليس شركا بالله وإنما أنت تأخذ بالأسباب وتتبع القوانين التي أرادها الله لكونه القائم على علاقة السبب بمسببه والنتيجة بمقدماتها فالملخص من التوحيد كله هو أن يدفعك الله لتصبح إما مخترعا وإما مبدعا إلى ما هنالك من ألوان النجاح التي تحتاج كلها صفاء في الذهن وصفاء في الرؤية لا تشوش عليك فيها تعدد الجهات التي كان على المشرك قصدها كلها لقضاء حوائجه فيضيع وقته وعمره وهو يلهث من صنم إلى آخر بدلا من أن يعتمد على نفسه بينما في التوحيد فليس مطلوبا منك أن تعمل تمثالا لجبريل ولا أن تمضي ليلك ونهارك في الصلاة لله بل التوحيد كنتيجة هو أن توحد جهودك كلها على ما يعود عليك بالنفع الحقيقي وبالتالي أسباب النجاح ولو لم يكن نجاحك يبهر الملحد فيستحيل أن تكون فاهما للتوحيد الذي أراده الله فالإشراك هو أن تبني سلوكك على أسس غير علمية لأن الخط الطولاني الممتد من الله مرورا بجبريل والملائكة وعلماء الدنيا يوازيه خط آخر مبني على الوهم والخرافة من مثل ذبح الذبائح للتقرب من أصحاب القبور أو القيام بأعمال للحماية من الجن أو الاتباع الأعمى لكلام الوالدين أو كلام رجال الدين أو لأي كلام دون دليل علمي يثبته لذلك جعلت هذه الآية الشركة هو بعكس العلم وجعلت هذه الآية عباد الرحمن بعكس الجاهلين لأن عباد الرحمن يدرسون قوانين الرحمن العلمية والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر